أكد جلالة الملك عبد الله الثاني خلال لقائه مجلسي أوقاف وكنائس القدس وشخصيات مقدسية أن الأردن مستمر في دعم وتمكين الأشقاء الفلسطينيين في صمودهم على أرضهم ودفاعهم عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها مشددا على التصدي بكل قوة لانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بالضفة الغربية وخاصة في القدس ومقدساتها ومن جانبه أكد غبطة البطريورك في عفلس الثالث بطريورك القدس وسائر عمال فلسطين والأردن أهمية الدور التاريخ الذي يقوم به جلالة الملك كوصيا على الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية معبرا عن الانتنان الدائم لجلالته على دعمه الثابت وجهده الدؤوبي من أجل السلام والعمل الإنساني وعرب غبطة الكاردينال بيرباتيسة باتسبالة بطريورك القدس للاتين عن تقديره لجهود جلالة الملك في إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة وقال إن المسيحين في غزة يهدون إلى جلالتكم الشكر والعرفان على كل مساعدة قدمها الأردن وما زال لنصرة أخوانهم وإخواتهم وبينا أن المسيحيين في القدس يعيشون بأخوة تاريخية مع إخوتهم المسلمين ويتطلعون إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ترجمة نانسي قنقر